وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان إليكم التفاصيل السلام عليكم أهلا وسهلا متابعين الأعزاء هيا نتعرف لتفاصيل حدث اليوم وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني اليوم الأحد عشر أكتوبر الساعة السامنة صباحا توفي اليوم الأحد عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني إن لله وإن إليه الراجعون توفي عن عمر نهز الخمسة وثمانون عام عبد القدير خان يعتبر بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم لكن الغرب اعتبر مرتدا خطيرا إن لله وإن إليه الراجعون سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين